السائل يقول أخرج لعملي قبل آذان صلاة الفجر فهل يجوز لي أن أصلي صلاة الفجر قبل الآذان إذا كان وقت الصلاة دخل وقت الصلاة تدخل والآذان مازال ما أذنش هنا يجوز لك تصلي لأن العبرة بدخول الوقت وليس بالآذان ولذلك المؤذنين سيبهم يختلفوا شعال ما الخطر في حي واحد في حي واحد واحد يؤدن في هذا الوقت لآخر بعد دقيقة لآخر بعد زشتقائق لآخر بعد ثلاث دقائق علاه لأن المؤذنين يختلفوا كاين المؤذن رأى هو واجد قبل قدام المكبر الصوت هو يدخل الوقت ويقول الله أكبر كاين المؤذن وحد أخر لا لا رأى هو قاعد في الجامع حتى يدخل الوقت ينرد وهو شعب ينرد يزرب يحل الباب يحل الجهة السعى مكبر الصوت أو يدي دقيقة دقيقة ونصب شيء أدن كاين المؤذن وحد أخر لا لا شيخ كبير تقيل قاعد في الجامع ويقرأ في القرآن كاين يدخل وقت الصلاة ما روش مقلق يسنى حتى يختم هذه الصورة حتى يختم هذه الصورة كان عمي سعيد الله يرضى عليه المؤذن تعنى في جامعة العربية بسي هو قال لي قال لي نكون نقرأ في القرآن قال لي ويدخل الوقت قال لي ونا مازا ما كمتش الصورة قال لي ويبدأوا يمعنيوا لي الشيو خالي معاه يبدأوا يستعلوا قال لي يبدأوا يتنحنحوا يستعلوا قال لي يستعلوا قال لي أنا ندعي لهم بغيب الشفاء إن شاء الله هو ما يمعني ولو بشي ندعي أدن قال لي وانا قاعدت لي آية زوج آيات بش نكملها قال لي نكملها وندعي أدن ولا شيئا في هذا لأنه رو يأذن داخل وقت الصلاة داخل وقت الصلاة إذن العبرة بدخول الوقت وليس بالآذن إذا دخل وقت الصلاة صلي الصبح أو الظهر أو العاصر أو المغرب أو العيشان إذا المؤذن ما زال ما أذنش فهمتها إن الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ولذلك لا يجوز التلاعب بأوقات الصلاة لا يجوز التلاعب بأوقات الصلاة ما كاش وقت الصلاة ثابت لا يجوز أن يتلاعب به إنسان وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته